هيئة الرقابة النووية والإشعائية أصدرت بيان رسمي بشأن وفاة الدكتور أبو بكر رمضان العضو المتفرق بقسم تحديد المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعائية طبعاً هو كان وفاة المنية خلال حضوره لورشة عمل في الوكالة الدولية للطاقة الدرية واللي وقدت الأسبوع اللي فات في المغرب دكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعائية قال إن العالم النووي خلال حضوره ورشة عمل شعر بإجهاد واستقدم للعودة لغرفته بالفندق بعدها ازداد الإرهاق عليه مرة تانية وتم نقله للمستشفى وفيته المنية فور وصوله ونوه إلى أن السلطات المغربية قامت بتشريح الجثمان ويثبت أن الدكتور أبو بكر رمضان توفي نتيجة سكتة ألبية أشار رئيسة الرقابة النووية والإشعاعية إلى أن السلطات المصرية والمغربية من خلال وزارتي الخارجية بالبلدين بتتولى إجراءات نقل الجثمان لمصر لدفن اشتركوا في القناة